السلام عليكم سأتحدث عن نصور الشراعي أنا أتحدث عن نصور آخر ليست لقد أتحدث عن نسبة موجودة وتعاني منه وهو النصور الأذني النصور الذي يأتي في الأذن ماذا نصور الأزن الذي لا نسمع عنه قبل هذا ؟ هو يبقى فيه مثل شباك حصل أو نقص حصل في غشاء موجود يفصل بين سائل الأزن الداخلية وبين الأزن الوسطى يجب فرصة للسائل يخرج من الأزن الداخلية للأزن الوسطى يخرج من الأزن الداخلية ويخرج من الأزن الوسطى على صوير الإفرازات موجودة عندي وصادية وصادية أو ساعات يخرج لأنا هنا على الكارث الجبتاع والأزن ويبقى فتحات معينة ونحن نتحدث عن هذا الموضوع بالذات رغم عدم شغرته ورغم موجود في نسبة تعلمينه أن أنا بقيت أسرة بالكامل الجدة بالأب ببنوتة لسه مولودة مش مكملة أصلاً أسبوعين موجود عندها الفتحة بتاعف النصور الأزن ما هي أعراضه؟ أنا كشخص عادي أنا أحس بأيه فأبدأ ألجأ للتشخيص هذا أنا أروح لدكتور أم في الأزن ويبدأ هو شخص لي ويعمل الاختبارات التي نبدأ أن نحدد منها المرض أنا كمريض أحس بذوخة دائماً أحس بعدم اتزام صداع مستمر قيل وإحساس بالقيل هناك أعراض تانية ممكن تسبب كامل استثنينت الأعراض ديت وبعد كده نشوف وفي نسبة كبيرة بما شاهدتها وكل الأسرة التي حدودتكم عليها موجودة عندهم النصور منذ الولادة هناك فتحة الكبهة موجودة هنا على القردج وفي فيديو أصلاً في صور أشرح لكم بها الفتحات النصور وموجودة من الصغر ويمكن هذا تبقى رحمة قليلاً لأنه لا يوجد طريق أخرى فالإفرازات لا تجمع كمية الصديد والكندة كله والدوخة والصداع وعدم التوازن لأن الآل ومنفذ لكن يتأسر على حياة طبعاً وكفاءة ونشاط الشخص اللي عنده النصور الأذني كفاية اللي هي في أوقات كتير تحس بصوت جلس فردانك يسمعك بيقل كفاية اللي انت ممكن في أي وقت يخلي تخلي اتزالك التشخيص الأساسي عشان أوصل لتشخيص وفيه اختبارات السمع واختبارات توازن كله كله طبعاً طبعاً قسم الأنفل الأذن ومحنجرة السابس إشارت بالتخطوصات اللي تحت منها أهم حاجة التشخيص عشان يبدأ مئة في المئة يقول لك دناصور لو ما كانش به عمله فتحة وخرب منها اللي هو بيعمله فتح جراحي في طابلة الأذن ومن خلال هيبدأ يشوف الشباك أو الدفكت النقص اللي حصل بين الكتار اللي فاصل بين الأذن الوسطى والأذن الداخلي الموضوع ده مهم ومساعد بيعطى لحياة ناس كتير رغم من انتباهه بس انت لما يكون عندك صداع عندك ضوخة عدم اتزان صوت في ودانك استمرار سمعك حاسس الأذن أو النحياة دي سمعك بيقل من الزواز لازم انت تتابع وتشوف الموضوع ده بتوصل للتشخيص ده لان ساعتها ترتاح كتير بدلا ما تتعطي طول عمرة متعز ودلوقتي نشاهد بس الفيديو عشان الصورة توضح لكم أكتر ونرجع لما بتاني النصور الأذني زي ما احنا شايفين فتحات معينة بتبقى موجودة عند الطبعة الخارجية للأذن اللي هو اللي احنا بنسمع لقائشة بتاعت الأذن وده له أماكن تانية منها للأذن الوسطى من الأذن داخل الأذن الوسطى وفي اوقات بعد ما يعدم الأذن الوسطى بيخرم الطبلة وبينزل لك إفرازات جاة من الأذن نفسها من الداخل غير الفتحات بتاعت النصور اللي احنا شايفينها وساعات بتبقى في نسبك بنجاب مجموعة أطفال بتبقى وراسية وأنا شفتها فعيلة كاملة الجدة والأب والبنت وكلهم موجودين فحبي تقلق الدور على حاجة مهمة زي كده قدرتكم شفتوا الفيديو أرجع لحاجة مهمة وهي إيه أسباب حدوث في النصور الأذني وديهماس كتير في الكبار يمكن أن نواهت عن المولدين والذي هو براسة إيه بقى أنا كشخص كبير يحصلي نصور والذونيزي دي بتشوف كتير في الناس اللي هوات الغطس أو الهواصين شعبتهم كده يعني والناس اللي بيرفعوا أسقار زي بتوع كمال الأسقار والناس اللي بتدربوا الجيم من غير ما يكون معهم تلين المحترف يقدروا يوجههم فيشول أوزين كتير غير ما يمكن تعمل لهم مشاكل في العمود الفقري والفقرات لا ممكن تعمل لهم خرم ليس في طبرة الأذن مثل ما هو مشهور بين الناس لا ممكن يعمل لهم في الجدار الفاصل بين الأذن الداخلية والأذن الوسطى ويعمل لهم النصور النصور الأذني وده هيخليهم يكرهوا حياتهم درجة كبيرة شهران الله وعفاكم دائماً ما نخش على اي رياضة لازم او اي حاجة نجاهلينها لازم ان يبقى معنا حدث وخبرة يوجهنا من خطر شب صحاتنا وحياتنا الصحة كنز لليك حافظ عليها والسلام عليكم